مرحبا بكم مشاهدي وقراء موقع اليوم فاندكات رحم الله شهداء زيزال الحوز وبالشفاء للناجين سنأخذكم معنا في رحلة البحث عن المركز السطحي للزيزال وهناك على عمق 18 كيلومتر توجد البؤرة خلفنا يوجد مركز جماعة أمزميز وشرقا توجد جماعة إغيل بينما نحن سنتوجه جنوبا في الامتداد الجغرافي للجماعة إغيل هناك سنقضي الليلة بين أعالي جبال الأطلس ومع الأهالي والمنكوبين في خيامهم ترجمة نانسي قنقر الساعة الآن تسير إلى الحادية عشر وعشر دقائق من يوم جمعة 22 شتنبر 2023 في مثل هذا الوقت بالضبط حدثت زلزال المدمر قبل أسبوعين نحن الآن في دوار أية إحلات تابع لجماعة أزقور وصلنا إليه بعد نحو ساعة عبر منعرجات صعبة جدا صعودا حتى علو 1660 مترا عن سطح البحر جزء كبير من الطريق غير معبدة والأخرى تنقصها علامة التشوير سنقضي الليلة في تفحي جبل أردوز الذي يفصل بين جماعة أزقور حيث نتواجد حاليا وجماعة إغيل وغدا سنحاول الوصول إلى المركز السطحي للزلزال تلزمنا أربع ساعات تقريبا مشهن على الأقدام وفق أحد رعاة الغنم المطيات التي حصلنا عليها تؤكد أن البؤر موجود وسط جبل أردوز وبالضبط في الجزء التابع لجماعة أزقور فهل أخطأت الحكومة المغربية التي أعلنت عبر وزارة الداخلية أن برأة الزلزال هي جماعة إغيل هذا ما سنتقصه بعد ليلة باردة لا يرفع من حرارتها إلا كرم الأهالي المنكوبة ترجمة نانسي قنقر وأخيرا وصلنا إلى منتصف الطريق المؤدية إلى قمة جبل ويرزان مشينا على الأقدام وقبالتنا يوجد جبل إردوز هنا بالضبط يوجد المركز السطحي للزلزال المدمر وعلى عمق 18 كيلومتر توجد البؤرة وذلك بحسب المعهد الأمريكي للجيولوجيا وفق الإحداثيات التي أعلننا عنها بينما المعهد الوطني للجيوفيزياء أعلن أن مركز السطحي يوجد في جبل مقابل لهذا الجبل قريب جدا من هذا المكان لكن بعد تواصلنا مع مدير المعهد قبل يومين أكد لنا بأن المركز السطحي يوجد هنا وفق هذه الإحداثيات وليس وفق الإحداثيات الأولى لماذا لم يظهر قوة الزلزال في هذه المنطقة بالضبط أنا إبراهيم أحد سكان الدواوير المجاورة وبالضبط دور أيتحل لكي بعد على هذه المنطقة بنحو أربعة ديال كيلومتر ماشين على الأقدام سنسولوه على أشوقي هنا بالضبط مرحبا بكس إبراهيم مرحبا أخويا فين نحن نتواجدين هذا الآن بالضبط هنا كانت تجدوا في ثلاث ديال ويرزان اللي امتبع الجمعة ديال الزلزال فشوق اللي وقعت فيها الفجعى عن نهر ديال الزلزال كان فيها واحد الصوت مورغيب وفيها الغبرات طالعة السماء فين مدبطوش هاجش بالهدى هاجش بالهدى اللي قدامنا اللي كنشوفه ده باه ثم فشكينا الفجعى اللي امتبع الجماعة الزلزال ما هي مناطق اللي قريبة من هنا ولا هي تدرس بشكل كبير المناطق اللي تدرس بشكل كبير هو الجماعة ديال الزلزال تدرس بالزعف في مقرفة ما تفيها الناس بزاف هما تولي بهايم والطريب والضيور بزاف من هالدواري الدود دوار المدينات دوار اي تحلاء دوار ثالات دوار الزقور دوار انرنيت نيرت تي صغير توليخين اي تحلاء اي تعتمان وشنو هما الدواوير او الجماعات اللي قريبة خلف هاد الجبل مباشرة ولي الدر خلف هاد الجبل مباشرة كاينة الجماعة دية الاداسيل حتى هي فيها تدور بزاف اللي مقرفة وما تفيها الناس بزاف والجماعة ديال اغيل حتى هي مقرفة وتزين تاست وتلاتني عقوب حتى هي مقرفة فيها بزاف الناس وميتها بزاف اللي بهايم وعيب الله وطريب والضيور بزاف نعم قولي شنو وقع هنا بالدبط قبل شهرين قلت لي شي ساحقة كانت وقعت اي كان سمعوشي ساحقة كانت وطايدو زيسي نجوم وتنشوشهم وتنسمعوشي الصوت مور غيب ولكن سبحان الله العظيم الله وعلم تفى شي واحد بها الساحقة؟ اي تفى واحد الساحقة كانت تفى هنا بها بها الساحقة نعم بالقرب مهنا يا غي قريب هنا يا كنتي قلت لي كين شروعات ديال الغنام كانوا تماما وشي نقال ديال نحل تحدثت لي عليهم كين روحات ديال الغلم هنا تريب عليهم الجبل مشا مكاولين قاعدوا كسرح اللي كانوا هنا مشاوهم والبهايم ديالهم وكانوا شناش جاوبة ويهزون حلف هذه اللي لاني صفح الله العديم وتيسمعوش الجبل تي تكيركب عليهم غير حفظهم الله سبحانه وتعالى هاتشي اللي كي شكرا 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 سيبراهيم الله يبارك فيك شكرا انا من الدور ديال ايد داود وعندي حتى انا البهايم فهمت في الجبل وكان نضربو واحد ساعتين ديال الطريق وطلعنا للجبل وانتان سرحوا واحد ثلاثة ديال الدراري هما كيسرحوا في حدوير الزلان في العزيف دياله وهما مني كينا هذي كار اسميتو ديال الزلزال هما نعسين فاسميتو في اللي بيت ديالهم فهم مني كينا ردمو ودكشي ماتو واحد سييد وبقى جوج الناس واحد سييد دوري داود مات في واحدة بلصة دوير الزلان تحلي هذيك اللي تحرك هذي هذي الزلزال وتحلي هذيك الحجرة تحلي هذي الحجرة مات 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 مات